الحمد لله رب العالمين الحمد لله ذي الملك والملكوت ذي العزة والجبروت الحمد لله حي قيوم لا ينام عزيز لا يضام قهار لا يرام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما يقول الباري سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فصلى الله سبحانه وتعالى يثبتنا على الإيمان ويمكن الإيمان في قلوبنا ويتوفنا على ملة الإسلام اللهم أمين يا أرحم الراحمين أما بعد يذكر الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل في أواخر سورة هود بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولله غيب السماوات والأرض ولله غيب السماوات والأرض أي ما يغيب على الناس فلله الغيب والشهادة ولكن هنا يعلل الله سبحانه وتعالى بقوله ولله ولله أي الملك لله سبحانه وتعالى لا لغيره ولا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فإنك لا تعلم الغيب فالغيب عند الله فعندما يقول لك رب العزة ولله غيب السماوات والأرض فتتعلق بعلم الله الذي لا يعلم الغيب إلا هو وإليه يرجع الأمر كله فالأمر يرجع إلى الله سبحانه وتعالى فمقتضى كل الأشياء أو مقتضى كل الأشياء بيد الله سبحانه وتعالى والرجوع إليه فهو مالك يوم الدين فتأتي بعد هذه المقدمة ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فكأنها مقدمة الجذور مقدمة القاعدة التي يبني عليها المؤمن تصوره فيقول بعد ذلك فاعبده وتوكل عليه فاعبده وتوكل عليه اعبده أقم عبادتك وأقم حياتك لله فاجعل كما قال الله لنبيه قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وتوكل عليه أي أجعل توكلك على الذي له غيب السماوات والأرض فإنك حين تنشئ فعلا لا تعلم ليس ما في مكنون القدر من خير لك فإن توكلت على الله فهو حسبك سبحانه وتعالى ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما الله بغافل عما تعملون وحين يقول رب العزة وما الله بغافل عما تعملون كأنها أو دعوة للمؤمنين أن يتفكر لأن الله سبحانه وتعالى ينظر إلى عملك وينظر إلى ما تفعل كما قال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي إنهما هي أعمالكم أحصيها لكم الله سبحانه وتعالى يحصي الأعمال ثم حين يلقاك يوفيك جزائك بالقصط كما قال سبحانه وتعالى ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقصط فاتوكلوا على الله سبحانه وتعالى ليس عملا قلبيا ينشأ أو يفعل حين تستقبل أمرا معينة أي الإنسان يقول سأتوكل على الله لأني لدي شأن خاص لأني أفتش عن شغل لأني أريد كذا وكذا من المباحات فيقول أتوكل على الله وإنما التوكل هي منظومة في عبودية العبد هي منظومة كاملة وروح في حياتي وحركة العبد لا تتجزأ من عبادته فاعبده وتوكل عليه أي التوكل مقرون مقرون بالعبادة في سنن أبي داود أتى رجلان يختصمان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى النبي صلى الله عليه وسلم على أحدهما فقال المقضي عليه حسبي الله ونعم الوكيل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قال يا هذا إن الله يلوم على العجز إن الله يلوم على العجز إنك قلت حسبي الله ونعم الوكيل من غير أن تنشئ فعلا أو تستقبل أمرا إنما قضي عليك بحق فتقول حسبي الله ونعم الوكيل فهذا عجز قال يا هذا إن الله يلوم على العجز وعليك بالكيس والعج هو التفريط في الأمر بما أو قيام الأمر الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى به قال وعليك بالكيس فحين يغلبك يغلبك أمر فقل حسبي الله ونعم الوكيل الكيس هو أن تستقبل الأمر بما تستطيع وأن تتق الله كما قال سبحانه وتعالى ما استطعت فإن غلبك أمر فتقول حسبي الله ونعم الوكيل فإذا التوكل ليس عمل قلبي ليس فقط عمل قلبي يفعل حين تستقبل حركة ما أو حين تستقبل فعلا أو مرغوبا تريده أو تتوكل على الله سبحانه وتعالى لتدفع مضرة معينة إنما التوكل عبادة جزء من عبودية العبد ولذلك لزم على المؤمنين أن يتفقها في فقه منظومة التوكل أن يتفقها في فقه منظومة التوكل ولذلك قال جمهور العلماء أو طائفة من الإهل العلم قال من سره أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله من سره أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله من كان أقوى الناس أو أراد أن يسره أن يكون أقوى الناس فبعبوديته لله سبحانه وتعالى التي من ضمنها التوكل فمنظومة التوكل كما استقرأها العلماء من كتاب الله وسنة رسوله تتلخص في مفاهيم عدة تتلخص في مفاهيم عدة فالتوكل يبدأ بالاستطاع ثم التوكل قبل القدر أو قبل العمل وحين إن شاء العمل يكون الاستعانة وبعد الاستعانة يستجرب الرضا إذا نزل القدر وقبل ذلك الرضا حين يغلبه الأمر يقول حسبي الله فهذا فقط توكل استطاعة فتوكل فدعاء فاستعانة فلجوء إلى الله سبحانه وتعالى ثم أن ينشئ بقوله حسبي الله أو لا حول ولا قوة إلا بالله ثم يسأل الرضا بعد القضاء وهذه هي المنظومة التوكل التي تجعل العبد مؤمنا حقا كما قال سعيد بن جبير في قوله سبحانه وتعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون فذكر ابن كثير فيما نقله عن سعيد بن جبير قال التوكل هو جماع الإيمان فكيف يكون جماع الإيمان كيف يكون يجمع كل خصائص وخصال الإيمان إن كان يفعل في حركة أو حركتين أو في إنشاء في مرغوب أو في رغبة شيء أقول أتوكل على الله في أن يعطيني كذا فنبدأ بالاستطاعة الاستطاعة استطاعة مقرونة بالفعل واستطاعة قبل الفعل فالاستطاعة قبل الفعل هو الله سبحانه وتعالى ما يعطيك من استطاعة حسية في جسمك ومن استطاعة روحي فالاستطاعة سبحان الله أن يكون له آلة سمع فهي استطاعة فهو مستطيع أن يسمع خطاب البارئ سبحانه وتعالى وفيه استطاعة مقرنة حسية أي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي قال صلي قائما فإن لم تستطع فصلي قاعدا فإن لم تستطع فصلي مضطجعا ولكن في الاستطاعة الأخرى في استطاعة لك القدر على الآلة وليس لك القدر على روح الآلة ما معنى هذا أي الإنسان إن أراد أن يتوكل على الله سبحانه وتعالى فيبدأ بهذه المنظومة يقول سعلي الاستطاعة ما معنى قوله الاستطاعة لأن المؤمن لا يتساءل عن هذا ولكن فيهم من يريد أن يتوكل على الله وحينما يريد أن ينشئ التوكل ينشئه بأمر أو بجوهر أو بعمل غير مطابق لأمر الله سبحان الله لماذا؟ لأنه لا يستطيع أن يفقه خطاب الله له الآلة ثم حين أتى للعمل فالله سبحانه وتعالى عطل السمع فقال في شأن الذين ظلموا أنفسهم قال الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من أولياء من دون الله يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون وكذلك ذكرها الله سبحانه وتعالى في أواخر سورة الكهف ما كانوا يستطيعون السمع أي ما كانت لهم الاستطاع أن يسمعوا لأن الله عطل سمعهم فالسبيل إلى التوكل والسبيل إلى الاستعانة والسبيل إلى معية الله سبحانه وتعالى يكون مسدودا بعدم الاستطاعة التي قدرها الله على العبد وذلك جراء صده عن سبيل الله فالإنسان في بعض الأحيان يكون متوكلا ولكن لم يكن له الاستطاعة أن يفتح باب التوكل لأنه مقدور عليه أنه قد أغلق عليه الباب والعياذ بالله قد أغلق عليه الباب والعياذ بالله ولهذا نقول من ميدان الاستطاعة لا يستطيع أن يدخل إلى منظومة التوكل إلا بتوبة النصوح إيه والله الإنسان يقول أنا متوكل طيب التوكل لها منظومة أنت ماذا تريد من التوكل تريد معية الله سبحانه وتعالى ليس كذلك فنقول لك إن معية الله لا تأتيك إلا بالتوكل الذي هو يفي المنظومة التي جعلها الله سبحانه وتعالى حتى يكون فيها الخير الذي تستشرفه فلذلك قال الله سبحانه وتعالى في آخر سورة الحجرات قال يمنون عليك أن أسلموا قل بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين فالتوبة لفتح باب الاستطاعة أن يفتح لك الله فهم الخطاب فهم الخطاب لأنه بعد الأحيان الإنسان يبدأ يدعو الله سبحانه وتعالى تدعو دعاء لا يسمع لماذا؟ لأنك تدعو دعاء في غير ما تريده وفي غير ما ينفعك ولعل الإنسان يدعو دعاء فيما يضره لماذا؟ لأن استطاعة الفهم قد عطلت جراء ما فعل من ذنوب فباب الدخول إلى منظومة التوكل تتوقف على توبة النصوحة وما هو شرط هذه التوبة شرط هذه التوبة هو الصدق مع الله كما قال في هذه الآية التي استشدت بها في آخر الحجرات قال إن كنتم صادقين أي تصدقون مع الله صدق نية أن ما منى الله به عليكم من الإيمان فهو أعظم منه فتكون صادقين في ذلك وشاكرين لله فيفتح الله عليك قدرات السمع والبصر حتى إذا فتح عليك هذه القدرات فهمت الخطاب وفهمت مراد الله سبحانه وتعالى ثم سألت الله بما تقتضي مصلحتك لأن في كثير من الناس يسألون الله سبحانه وتعالى أسألة لا يستجاب لها لماذا؟ لأنها أسئلة ليس في خضم منفعة العبد والعبد إذا علم منفعته سأل الله سبحانه وتعالى السؤال السديد فإن أراد مثلا إنسان زيادة في الرزق فيسأل الله سبحانه وتعالى برزق بعينه يقول يا ربي اعتيني ذلك الرزق وإن فاتح الله عليه الاستطاعة السمع فيكون السؤال الأصح والسؤال السديد أن يقول يا ربي اغفر لي ذنوبي لأنما ما عطل ذلك الرزق ما نقص في رزقك إلا من ذنب أنت أصبته وقال الله سبحانه وتعالى أولئك الذين لم يرد الله أن يهديهم لم يرد الله سبحانه وتعالى لم يرد لهم الهداية بفعلهم وقال إنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم يصيبهم ببعض ذنوبهم فالسؤال السديد حين تفتح باب الاستطاعة بمنة الله يكون لك دعاء بفتح الله عليك فيما ينفعك فيما ينفعك ثم بعد هذا إن كان الإنسان صادقا وتاب إلى الله فالله سبحانه وتعالى يهديه إلى السؤال يهديه إلى هذه المنظومة منظومة التوكل والتوكل كما قلنا ليس في جزء معين من حياتنا ولكن شامل لكل أجزاء الحياة فإذا قلت من الفراش توكلت على الله إذا كبرت للصلاة توكلت على الله إذا خرجت من بيتك توكلت على الله إذا امتطيت سيارتك توكلت على الله إذا بدأت تشرع في تجارتك توكلت على الله وهكذا إلى آخر إذا أنت تأوي إلى فراشك وأنت متوكل على الله سبحانه وتعالى وأنت متوكل على الله ثم بعد الإصطاعة يأتي إنشاء الفعل إنشاء الفعل أي تبدأ في الفعل فالعزم قبل الفعل ذلك هو التوكل القلبي فأنت متوكل على الله وتمتوكل على الله هنا أن تأخذ بكل الأسباب أن تأخذ بكل الأسباب أن تفعل ما في مقدورك من الأسباب إن أردت تجارة رابحة فاسعى في مقدورك أن تفعل ما تستطيع على أن تجارة تكون رابحة في منظومة مأمور الله ولذلك قال طائفة من العلماء قال طائفة من العلماء قال الذي لا ينظر إلى الأسباب أو الذي يلتفت إلى الأسباب فهو شرخ في التوحيد ما معنى هذا أي الإنسان يستقبل عملا إن كان صلاة أو إن كان عملا أو تجارة يستقبل ذلك العمل وهو إن كان صلاة فهو واثق بنفسه واثق بخشوعه واثق بقوته فهذا سبحان الله التفت إلى الأسباب فقد قدح في التوحيد والآخر هو واثق في تقنياته واثق في ممارساته كما قال قرون إنما أتيته على علم عندي فالله سبحانه وتعالى يسلب منه المعية لأنه خدش مفهوم التوكل هنا فعندما يتوكل قال من التفت إلى الأسباب قدح في العبودية قدح في التوحيد ومن نقض الأسباب أي يقول أنا لا أفعل شيئا فالله سبحانه وتعالى سيرزقني أنا لا أفعل شيئا فالله سبحانه وتعالى سيرحمني فهذا قال خلل في العقل خلل في العقل وإن حور في الأسباب أي فعل أسبابا اتخذ أسبابا ليس من أمر الله سبحانه وتعالى كأن يأخذ شيئا حراما أو يأخذ مساقا حراما ليصل إلى شيء يسأل الله سبحانه وتعالى عليه ويتوكل عليه فهذا يقول العلماء أن هذا خدش في الشريعة فالتوكل المأمور به هو من استقام توحيدا وعقلا وشرها هو من استقام توحيدا وعقلا وشرها أي تأخذ كل الأسباب وتفعل في مقدورك ما تستطيع كأن جهدك هو الذي سيأتي بالنتيجة ثم إذا بدأت في الفعل فاجعل قلبك متعلقا بالله وحده فهنا تأتي الاستعانة إياك نعبد وإياك نستعين نتيجة التوكل والاستعانة هنا يأتي التوفيق التيسير كان أحد العباد يعبد الله دائما أبدا يقوم الليل ويحذر الخمس صلوات في الصف الأول ولكنه لم يجد أي حلاوة في هريطة يصلي ويصوم ويقوم الليل فذهب إلى أحد العلماء ليفقه ما سر هذه المعضلة يسمع الناس يرى الناس يبكون ويرى الناس خاشعين هو لا عنده لا خشوع ولا حلاوة الإيمان ولا هم المجر فقال العالم بعدما سمعه قال له يا هذا إنك لا تعبد الله إنك تعبد الطاعة إنك تعبد الخارج إنك ليس لك مضمون ليس لك روح إن عبادتك سورة تأتي للصف الأول لأنك منضبط وتقوم الليل لأنك طائع ولكن ليس لك صلة بالله إنها إنك فعلتها طاعة لا اتصالا برب العز فقال إنك تعبد الطاعة وما خلل هذا العابد خلله أنه لم يستعن بالله على طاعته لأنك حين تقوم تدعو الله وتلجأ إليه وتتذرع إليه وتنكسر بين يديه فتلك هي العبودية ليس في قيامك للصلاة حينما تباشر تجارتك ليس في علمك ولكن في امتثالك لأموامر الله في طاعتك لله في توكلك على الله في أن تقول حسبي الله والله تعاليك توكلت يا رب العالمين ثم بعد هذا تأتي الاستعانة وبالاستعانة لك نتيجة معي لك الحلاوة في الإيمان لك السعادة في القلب لك الطمأنين في الروح بعد الاستعانة فاستطاعة توكل بعد أخذ الأسباب ثم استعانة حين مباشرة الأمر فإن غلبك أمر فإن غلبك أمر فتقول حسبي الله ونعم الوكيل لماذا؟ لأنك حين باشرت العمل إنما قمت به بأمر الله ولا تستطيع أن تقوم به إلا بمشيئة الله وقد ذكر في الصحيحين أن إنما أطاق حملة العرش حمل العرش إلا بقولهم لا حول ولا قوة إلا بالله فلذلك حملة العرش يسبحون بحمد ربهم يسبحون الله أن تكون لهم قدرة أو قوة في حمل العرش وإنما أطاق حمله بمعية الله أطاق حمله بمشيئة الله أطاق حمله بحول الله فكذلك العبد لا يكمل عملا ولا يستقيم له أي شيء في هذه الحياة إلا بمشيئة الله وإلا بإعانة الله سبحانه وتعالى فإن لم يكن لك حضور القلب حين أنشأت العمل أن الله سبحانه وتعالى يعينك تلتج إلى الله تتوكل عليه تدعوه تنكسر بين يديه فهناك تأتي الثمرة فإن غلبك شيء فإن لم تستطع أن تناله فتقول حسبي الله وحسبي الله تأتي لجلب المنفعة وأتت في القرآن لدفع المضرة فأتت في جلب المنفعة حين قال الله سبحانه وتعالى في سورة التوبة وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا أَتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ ما أعطاك الله تقول حسبي والله حسبي الله سيؤتين الله من فضه حسبي الله أنا عندي الآن الأمور داشة والأمور ضيقة حسبي الله هو الذي سيتكفلني ثم تقول حسبي الله سيؤتيني الله من فضه والله هذا دعاء مستجاب ومجرب قل حسبي الله سيؤتيني الله من فضه إني إلى الله راغب رغبتك إلى الله ماذا قال الله ربك لي غيب السماوات والأرض وإلي يرجع الأمر كله لي غيب السماوات والأرض أي عندي كل شيء ينفعك وإليك المرجع فلا تخذن نفسك وتعصيني فإنك راجع إليه فاعبدني وتوكل عليك وفي دفع المضر كما ذكر ابن عباس وذكر في الصحيحين قال حين قرأ في آل عمران وقال حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم حين ألقي في النار غلبه الأمر فعل ما يستطيع عليه السلام وحين أتى في موت مغلوب على أمره قال حسبي الله ونعم الوكيل وقال وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حينما جمعوا له الناس وقال فخالوا فاخشوهم فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فالحسب تأتي هنا بجلب المنفعة أو دفع المضرة حين تنشئ ما استطعت من الطاقة ويغلبك الأمر فتقول حسبي الله ونعم الوكيل ووالله ما فعل العبد ودخل في هذه المنظومة وذكر الله ودعا الله والتجأ إلى الله واستعان بالله وتوكل على الله فهو حسبه ومن يتوكل على الله فهو حسبه أعدوها يا أخوان في قلوبنا حسبه رب العز ملك الملوك ذو الجلال والإكرام حسبك يكفيك أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضل الله فما له من هاد ومن يهدي الله فما له من مضي أليس الله بعزيز ذو انتقام ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضر أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون حسبي الله ولكن تتفاعل وتعتيك الثمرة والمعية والطمأنينة حين تفاعلها في منظومة كاملة أن تتوب إلى الله ليفتح لك باب الاستطاع واضح ثم أن تسجعل ما في مقدولك تفعل ما تستطيع وأنت متوكل على ربك وإذا باشرت الفعل استعنت به وإذا غلبك الأمر قلت حسبي الله ونعم الوكيل لا تقول حسبي الله ونعم الوكيل وأنت جالس على الفراش ذلك هو العجز الذي منعه النبي صلى الله عليه وسلم تقول حسبي الله ونعم الوكيل وأنت تتفكر في إبراهيم حين غلبه الأمر وهم على وشك أن يرموه بالمنجغنيق في النار واضح ثم يتأتي الرضا لتكمل حلقة المنظومة التوكل لأن القدر يأتي بين التوكل قبل نزول القضى والرضا بعد مضي القضى وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل ربه قائلا وأسألك الرضا بعد القضى لأن ذلك الرضا هو الذي يضمن لك استمرارية واستدامة الإيمان ليكون وقودا زائدا لمن شئك أو لما تفعله في حياتك حتى يكون التوكل زادك أي تختم الحلقة بالرضا أو بالمجاهدة في الرضا حتى تكون متوكلا في عملك الذي ستستقبله بعد ذلك القضى ولذلك مهما كانت الأسباب فلا يقف التوكل ومهما كانت الطمأنينة فلا يتعطل التوكل وإن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بشروا بالجنة بشروا بالجنة ولكن بشارتهم بالجنة لم تجعلهم يقفوا عن التوكل والعمل لله سبحانه وتعالى لأسباب نعرضها في الخطبة الثانية أقول قولي هذا واستغفروا الله لي ولكم فاستغفروا والغفور الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشهر في المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما أما بعد التوكل جزء من عبودية العبد وكامين في قوله سبحانه وتعالى إياك نعبد وإياك نستهين وفي الآية التي استفتحنا بها في قوله فاعبده وتوكل عليه وإن صحابة رسول الله منهم من بشرهم النبي صلى الله عليهم بالجنة ولكن بشارتهم للجنة لم تعطل توكلهم على الله وذلك لأسباب إن استقريناها أعانتنا على استدامة طاعة التوكل بإذن الله ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على هذه المنة أولا إنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون فمن كانت له بشارة بالجنة هل يأمن مكر الله لا يدري والله لا يدري فلذلك من طاعة عدم مكر الله أن يستديم في التسابق في الخيرات هذه الأولى الثانية أن الله سبحانه وتعالى بشرهم بالجنة ولكن الجنة لا تنال إلا برحمة الله ورحمة الله لا يصل إليها إلا بالعمل الصالح قالوا ولو أنت يا رسول الله قالوا حتى أنت قال حتى أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته فالعمل الصالح هو الموصل إلى تغمد الله سبحانه وتعالى أن يتغمدنا برحمته فمن كان مبشر بالجنة فعليه أن يداوم على العمل الصالح حتى يحافظ على تلك الرحمة ثالثا ثالثا أن العبد إذا الله سبحانه وتعالى بشره ما معنى بشره بشيء أي وفقه إليه والتوفيق إلى الشيء الله سبحانه وتعالى يستديم عليك التوفيق إذا واصلت في صدقك مع الله فإذا واصلت في عملك الصالح رابعا أن العمل الصالح هو الذي يعطي الله به ثمرة حلاوة الإيمان ألا بذكر الله تطمئن القلوب فإذا استدامة العمل الصالح هي التي تجعلك في دائرة حلاوة الإيمان وأعظم شيء ينال في هذه الدنيا حلاوة الإيمان فكيف يعطل العمل الصالح لأنه مبشر بالجنة وهو يريد الجنة في هذه الدنيا وجنة هذه الدنيا في حلاوة الإيمان وخامسا إن المؤمن الذي أكرمه الله لا يريد أبدا أن يسقط من عين الله فيثابر عمال العمل الصالح ليكون شاكيرا لله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يقوم الليل وتنتفخ رجلاه صلى الله عليه وسلم قالوا له ألم يغفل لك يغفل لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال ألا أكون عبدا شكورا وفي كل هذه المحطات إنما فيها استطاعة وتوكل واستعانة ورضى بمقدور الله سبحانه وتعالى فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يمنى علينا بالتوكل الحقيقي ويجعله جسءا لا يتجزأ من عبوديتنا لله اللهم أعننا على أن نقوم بقولك سبحانك فاعبدني وتوكل عليه اللهم اجعلنا من العابدين والمتوكلين اللهم اغفر لنا ذنوبنا أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة يرحمكم الله اللهم اشتركوا في القناة